لم تكن انتفاضة الجنوب رد فعل مؤقت وعفوي على حال العراق اليوم بل تقول المعطيات إنها تسير بوتيرة متصاعدة وثابتة نحو حراك أوسع تطور من النداء بالخدمات إلى إسقاط الفاسدين الحكوميين وهذا ما دفع حكومة العبادي إلى التعامل بطريقة إبراغماتية مع المظاهرات فتنقلت من القمع والقتل والاختطاف إلى الوعود المليارية والدرجات الوظيفية التي وصفها المتظاهرون أنفسهم بأنها وعود تخدير إلى أكثر قفزت بعد ذلك الحكومة لسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بمحاولة لامتصاص غضب المظاهرات التي دخلت أسبوعها الرابع باعتصامات مفتوحة بيان لحيدر العبادي قال إن سحب يد وزير الكهرباء كان على خلفية تفاقم أزمة الكهرباء بالبلاد لحين إكمال التحقيقات في هذا الشأن بيد أن الإجراء بدأ شكليا أكثر منه إلى الواقعي فبالرغم من أن الفهداوي مثل الرمز المباشر للفشل الحكومي في توفير الخدمات إلا أن الرأي العام في العراق يدرك أن ذلك الفشل يتجاوز شخصا بعينه إلى منظومة حكومية بأكملها أنفقت على قطاع الكهرباء فقط 40 مليار دولار دون تحسن يتكر نفاد أوراق تعامل حكومة العبادي مع المتظاهرين يأتي في الوقت الذي بدأت الاحتجاجات فيه تدخل مرحلة جديدة تمثلت بنصب خيام عند موقعين نفطيين في البصرة فيما تجمع متظاهرون آخرون أمام مجلس المحافظة كبداية لاحتصامات مفتوحة بدأت بالبصرة ويتوقع أن تنتقل إلى بقية المحافظات بعد عقد ونصف شهد انهيارا في مختلف جوانب الحياة بالبلاد نتيجة سوء الإدارة والفساد المتغلغل في مفاصل الدولة تحركات الحكومة يراها كثيرون أنها تظهر مخاوف الأحزاب المتنفذة من الاستمرار بحكم بلد كسر مواطنوه جدار الخوف وأصبحوا متحفزين للإحتجاج وربما الثورة بعد أن تبين لهم خواء شعارات الأحزاب الحاكمة